سؤال تاني بنتسقله أو بتسقله كتير تلاقي حد لا مش حد هو مش حد هي وحدة تلاقي غالبا بتكون وحدة بتقولي ياسمين انت بتقولي كلام بيعجبني وبحترمه بس اصل صوتك سهتان شوف يا روح قلبي يا حبيبة قلبي انا صوتي شتوي خمته شتوية يعني ايه الكلام ده فيه اصوات شتوية واصوات صيفية الصوت الشتوي ده بيكون زي صوتي كده ناعم ودافي نايمان سهتان او نعسان شوية فخمته بتكون شتوية اما الصوت الصيفي بيكون صوت عالي شوية حاد مزهزه مصح صح طول الوقت وما بيفصلش ده بنسميه صوت خمته صيفية طيب هتسألوني دلوقتي وايه النوع الاحلى الصوت الشتوي ولا الصوت الصيفي هقولكم وبدون انحياز وبكل تواضع ان طبعا خمت الصوت الشتوي هي الاحلى وليلي ليه اقولك ليه مش بس لانه دافي وناعم ولكن كمان لانك اول ما بتحبي او تتخطبي بتستعمليه وتحولي صوتك في جزء من الثانية مع خطيبك في التليفون للصوت الشتوي تقوليله ألو أحمد ازيك عامل ايه؟ ألو أحمد كلت ولا ايه؟ بعد الجواز يرجع صوتك بقى لطبعته وخمته الصيفية فبالتالي بيكون عالي وحاد وما بيفصلش وطبعا الكلام ده لينا احنا بس انا ما الرجالة احلى حاجة في الدنيا واحنا عارفين ربنا خلقهم صوتهم خلاب وجذاب كأن القروان يغرد ويرقرق ويزقزق فخلي قروانك يغني وانت يعزفي وبعدين ان شاء الله نعمل لكم حلقة عن الأحبال الصوتية ونعرف ايه الفرق بين باقي الأصوات وبعدين انتو حبايا بقلبي انتو تسألوا اللي انتو عايزينه انا من عيوني اللي اتنين اجاوب الموضوع يا جماعة تعدى مرحلة مزيعة وبرنامج ومشاهدين لا بالله خالص احنا بقينا أهل وانا ارتحت لكم من الأول كنت بحبوكم دلوقتي زيادة عن الحب بقيت برتح لكم فقولوا براحتكم واسألوا براحتكم على قلبي زي العسل